مهم جدا قوي خالص انه ولادك وولادي ولادنا على اختلاف بعض الفوارق العمرية انا من الناس اللي مؤمنة جدا بانه في حاجة اسمها صناعة الوجدان النشأة التهيئة كبروا ولادكو على حس وطني حقيقي وده مهم جدا والمسألة ما هياش درس التربية الوطنية بتاع المدرسة والمسألة ما هياش لانه احنا بنحتفل بعيد الشرطة المصرية رقم 70 المسألة اكبر من ذلك لما انت بتكبر ولادك على التضحية والفداء لاجل الوطن وبتنمي جواهم الفكرة بتاعت ان حب الوطن ده هو الحب الشامل الجامع لكل اللي حواليك او على رأيي القصيدة والغنوة اياها هي يعني ايه كلمة وطن هو الوطن ده هو كل الناس اللي حواليك دي البشر الوطن ده هو كل ذكرياتك ونشأتك وتكوينك الوجداني الوطن ده هو ثقافتك الوطن ده هو جانب كبير من عاداتك وتقاليدك الوطن ده هو ذكرياتك الحطان دي جزء من الوطن مش الحيطة المبنى ممكن تبقى الحيطة اللي سيادتك عديت عليها في سكتك للمدرسة وانت صغير لما بتعدي عليك السنين وتبقى قد حالاتي على سبيل المثال او اكبر او اصغر شوية لما بتعدي في نفس الشارع وهو انا بعدي على شارع مدرستي كتير جدا ابص على الشارع مش اقولك على مبنى المدرسة الشارع والنصية بتاعته ودخلته وحاجات زي كده بعد اتذكر حاجات كتير حصلتلي من وقت ما دخلت مدرستي دي وانا كان عندي ست سنين مثلا ولا حاجة والله اصغر من قام الحضانة يعني طلت في نفس المدرسة هي الزكريات بتقعد تيجي على ذهنك وحاجات زي كده كل ده هو محبة هزا الوطن طيب جزء من هذه الزكريات هو تاريخك اللي ما هواش جزء من زكرياتك على قد ما هو جزء من بنائك الوجداني يعني ايه يا عم يوسف ما احنا مش عاوزين نعقد الكلام يعني لما تربي ولادك على انه انت ابن وطن عريق لما تربي ولادك على تاريخهم العظيم بدءا من مصر القديمة اللي احنا بنعرفها باسم مصر الفرعونية ولا انا في ذلك كلام يعني بس مصر القديمة وحضرتها والحضرات المتعاقبة اللي طلعت وبزغت وكبرت جو مصر مرورا بتاريخنا الحديث وجهاد ونضال هذا الشعب يعني لما تيجي تشوف نضال احمد عرابي والجيش المصري وتيجي تشوف نضال الشرطة المصرية سنة اتنين وخمسين يوم خمسة وعشرين يناير الف تسعمية اتنين وخمسين من سبعين سنة علشان البلد دي تعرف ترفع رأسها هنا انت لما بتعلم الولاد ده مش مجرد درسة تربية وطنية دي تربية وطنية حقيقية ده تربية لحس وطني تخلي ولادك عندهم دايما ما يفخروا بيه اللي يخليهم دايما رفعين رأسهم في السماء اللي يخليهم بصين على عالم مصر وهم فخورين اللي يخليهم يوقفوا الصبح في المدرسة يتسبقوا مين اللي هيطلع قدام علشان يحيي العالم واللي مش هيحيي العالم عاوز يبقى لو حظه يعني مجاش فيبقى عاوز يبقى واقف على رأس الطبور بتاع الفصل بتاعه زينا واحنا صغيرين كده انا بقول بشكر ربنا سبحانه وتعالى ان انا كنت من الجيل اللي من التلاتة خمسة وسبعين فانا اكيد ما شفتش الحرب في تلاتة وسبعين لكن انا الجيل اللي شاف ما بعد الحرب شكل الشوارع الحس بتاع الناس السينما اللي خرجت من الحرب الدراما اللي خرجت من الحرب القصص الحواديد اللي في بيتنا خلاني كانوا زباط قوات مسلحة شاهدوا هذه الحرب واشاركوا فيها ارايب كانوا مجندين الاخ الاخ وتقعد تحكي مع ابهات صحابك وقريبهم وهكذا فيبدأ مخك يتملي نفس القصة وانت بتشهد او بتسمع الحواديد بتاعة عيد الشرطة المصري وليه في عيد شرطة مصري وايه اللي حصل في معركة الاسماعيلية وازاي زباط الشرطة يقفوا قدام الجيش الانجليزي بمنتهى الشجاعة والجرأة والاقدام زباط الشرطة مجموعة يقفوا قدام جيش الامبراطورية التي لا تغرب عنها الشمس ايه الشهامة والقوة والجرأة والشجاعة والاقدام ده ايه ده المسألة اكبر بكتير بكتير مما يتصور بعضنا للأسف الشديد ازعل قوي لما لاقي ولاد صغيرين اربعة وخمسة دي جالوا صغيرين اقولك ايوا صغيرين ده انت لازم تعلموا الكلام ده وهو صغير يكبر عليه يكبر على هذا الفخر ده مهم شبان يبقوا عندهم خمستاشر سنة وستاشر سنة ومش عارفين الحدوتة كويس ازعل لما لقهم مش عارفين الحدوتة ومش عاوزين بس نكتفي بيها بانها تبقى موجودة مثلا في درس القراءة في المرحلة الابتدائية ولا تبقى رواية اكبر في المرحلة السنوية لا انا عايزة شوف مسلسلات وعايزة شوف افلام تتكلم على هذا التاريخ العظيم بالمناسبة النهاردة لما كان بيحصل هذا الاحتفال في الاكاديمية الشرطة شيء عظيم شيء حلو شيء جميل ايوه ارفع راسك فوق انت مصري بتضحيات الناس دول احنا واقفين على رجلينا النهاردة شرطة النهاردة وجيش النهاردة الكل بالمناسبة واحد لاجل هذا الوطن